وفي الصفحة الرياضية فاز الملاكم مايويزر الأمريكي على الإيرلندي ميغريغو وذلك في إطار الملاكمة التي تجري على مستوى العالم تقرير عباس بكر مصطفى الملاكم الأمريكي ذوي البشرى السوداء والذي يدعى مايويزر المشور عالميا عبر وسائل الإعلام المرئية حيث واجه نظيره الإيرلندي الشجاع في ملاكمة قوية انطلقت الملاكمة ببطع كأنما أحد يخشى الآخر وبعد فترة قصيرة حاول الأمريكي مايويزر إبراز قواته القتالية وذلك عبر ضربة قاتلة في وجه الإيرلندي مما أدى إلى يأسي مقاتل الإيرلندي وعدم المقاومة واسترجاع اللكمات الأمريكي مايويزر البالغ من الأمر 40 عاما يفوز للمرة الثالثة عشر في ميدان الملاكمة عالميا كما أنه تهصل على 84 مليون إيرو خلال فوزه بهذه الملاكمة ونذكر بأن فعاليات الملاكمة جرت بمدينة لافيسفان في الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت أكاديمية فهرة أنشطته الرياضية بملعب باريكونغو وذلك من أجل تكوين الشباب ورفع قدرتهم الرياضية حضر الانطلاق رئيس أكاديمية فهرة وعدد من المدراء الفنين للفرق الأكاديمية تقرير خليل حسن الصالح لأجل الحفاظ على مهورة شباب الرياضية وتوظيف طاقاتهم وإبداعاتهم والسعي في تطوير كرة القدم الشادية أطلقت أكاديمية فهرة أنشطتها الرياضية بملعب باريكونغو الأكاديمية ضمت ثلاثة مجموعات رياضية منها فريق شباب الذي يضم سلاثين لاعبا وفريق الشابات الذي يضم أيضا سلاثين لاعبة إضافة إلى فرق الناشئين التي تضم حوالي عشرين لاعبا تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 16 عاما المدير الفني لفريق فهرة قال إن إنشاء هذه الأكاديمية يهدف إلى حفظ إبداعات شباب خاصة أن الشباب الشادية تمتع بمهارات عالية وقدرات فنية فريدة ولكنها غالبا ما تكون سهلة الضياء لغياب التوجيه وعدم الاهتمام بالرياضة أما رئيس أكاديمية فرا يقول إن الوضع الحالي الذي يشير إلى تدني مستويات الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص هو الدافع الأساسي لتأسيس هذه الأكاديمية ونشير إلى أن الأكاديمية الرياضية تقوم بتدريب الناشئين في مجال كرة القدم وإكسابهم مهارات جديدة وتربيتهم على الروح الرياضية وفتح الفرص أمام اللعبة للالتحاق بالفرق الرياضي الكبرى ونبقى في الصفحة الرياضية حيث توجى مساء أمس فريق باتيسير بكأس بطولة كرة السلة لمدينة أنجمينة لهذا العام وذلك بعد فوزه على نظيره واريوس في المباراة التي جرت بملعب سانوية فليكس أبوي تقرير عباس أباكر مصطفى المباراة النهائية لرابطة كرة السلة لمدينة أنجمينة والتي تعرف ببلاي أوفا هذه المباراة جمعت بين فريقي باتيسير مع نظيره واريوس حيث بدأت المباراة بلياقة بدنية عالية وحماس أكثر من كل الفريقين إلا أن لعبي فريق واريوس بادروا بتسجيل النقاط على سلة خصمهما ولم يمضي الكثير من الوقت عاد لعب فريق باتيسير بتصديد نقاط التعادل لينتهي الشوط العول بتزعي وعشرين نقطة مقابل تزعي وعشرين نقطة هي هدف التعادل أما الشوط الثاني من المباراة النهائية لكلة السلة والتي تدعى ببلاي أوفا عاد الفريقين بقوة أكثر نظرا لتوجيهات مدربهم لتغيير نمط المباراة فنيا وتفتيكيا وبالفعل أخذ لعب الفريقين التوجيهات بعين الاعتبار مما ساعد لعب الفريقين سيما لعب فريق باتيسير بتسجيل النقاط أكثر على سلة الخصمه لتنتهي المباراة بنتيجة 71 نقطة مقابل تزع وخمسون نقطة لصالح فريق باتيسير وفي نهاية المباراة تم تقديم كأس لفريق الخاسر وريوسا وتتويج فريق باتيسير بكأس بطولة كرة السلة والتي تقرف بلاي أوف لهذا العام هكذا سيداتي واسالتي نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة شكرا لكرم المتابعة دونفن في أمان الله شكرا لكرم المتابعة